نريد لهذا الرجل أن ينجح لكن هو لا أدري كيف يفكر أن ينجح الذي يريد أن ينجح عليه أن يعرف أن الذين سبقوه من الذين يماثلونه بالموقع لماذا فشلوا ويأتي بالذين أتوا به ويضعهم أو يضعها أمامهم أن كنتم تريدون أن أكون فرصتكم وأنتم صادقون بهذا فجنبوني كل تلك الأخطاء التي وقع بها سين وصاد من الذين كانوا لكم هكذا وبلغة جرية يجب أن تكون حاضرة لدى السوداني قبل أن يبدأ الخطوة الأولى السواحد من عناصر الفشل الحقيقية التي استحضرت من المرحلة السابقة حاضرة بحكومة السودان التي هي نظام المحاصصة ونظام القرأة نضطيك أربعة أخر لك واحد إذن تبقى هناك نقطة أو مساحة هي ضيقة بالحقيقة للسيد السوداني بالتشكيلة وبالكابينة وعليه أن يجيد لعبة الموازنات أين ستكون مساحة السوداني في الاختيار عن كابينة وزارية باتشر راح تصير رقبتة أمام الشعب العراقي عن أي إخفاق يحصل بالتالي علينا أن يعرف ما هي حصة الأحزاب وما هي حصة السوداني وأين رأي السوداني في هذا وما هي قناعات السوداني في هذا ولذلك مطالب هذا الرجل في خطاب صريح واضح عندما تتم التشكيلة ويصادق عليها لأنه يا أبو مصطفى يا جماعة الإطار التنسيقي يا جماعة السيادة يا جماعة عزيم يا ديمقراطي كردستاني يا اتحاد وطني ترى إحنا بعد ما بينا حيل وبعد ما عدنا صبر والثقة بيننا وبينكم معدومة والذي يعيد الموازنات أو يعيد الثقة من جديد أن ترونا على الأرض ما أنتم فاعلون